بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنكمل أو معامل النفاذية للصيل وهنتكلم على معامل النفاذية في الموقع مش في المعمل وقبل ما هنتكلم على معامل النفاذية في الموقع هنتكلم أول حاجة عن أو الطبقات الحملة للمية وبعدين هناخد تجربة من تجارب الموقع البامبينج أو التست فور انكمفايند أكويفر فمبدئيا في البداية لازم نعرف الأكويفر فورميشنز أو الطبقات اللي هي الحاملة للمية عندنا في نوعين من الطبقات الحاملة لمين للمية في عندنا كونفاين وفي انكمفايند الفرق ما بينهم كلمة كونفايند أكويفر يعني طبقات ملها محصورة محصورة بايه محصورة هنا بطبقة بير مربل نوت بير مابل يعني نوت بير مابل يعني غير منفزة صخر ومن تحت مين صخر يعني هنا مثلا فيه بيد روك وهنا فيه بيد روك يبقى في الحالة ديت الطبقة الطربة اللي هنا ملها تعتبر طبقة محصورة طبقة المحصورة ديت خلي بالك المية بتجيلها هنا وهي عايزة تطلع بس مش قادرة تطلع المية ليه عشان فيه طبقات صخر هنا وهنا يعني لو انت حطت هنا بيزومتر ولا حاجة تلاقي هب المية طلعت من هنا ودي بيسموها القبار الارتوازية تبقى المية تحت ضغط هي مفروض المنسوب بتاعي اللي هو مفروض سابت يعني ما يبقى فوق هنا ده اللي هو البروتونودوماتريك سيرفيس ودوة اللو بريمباليتي لينسيز دي حيطة صغيرة ديت يعني اقل منسوبة عندي اللي هو هنا كويس فلو المية منسوبها هنا هتلاقي ان المية اول ما حطت البيزومتر او البئر الارتوازي المية تطلع دي لحد ما توصل للمنسوب بتاعي هنا دي الكونفاين اما بقى الانكونفاين فدي تعتبر ملها تعتبر طبقة غير محصورة ليه هنا طبقة ملها غير منفزة والمية جايلها هنا خلاص المية تطلع زي ما انا عايز حتى لو حطت البيزومت هتطلع المنسوب بتاعي سابت هنا مش هيطلع لحد فوق كويس لكن فيه عندي بعض اللينسز بتاعت يعني فيه هنا طبقات صغيرة من هنا من اللينسز الطبقات الغير منفزة مش مستمرة زي دي فبيجي لي هنا حاجة اسمها مين البرشيد اكوافر اللي هي الموجودة شوات المية اللي موجودة طبقة الحملة هنا هو لكن هيبقى احنا شغلينا في الكورس ده على حاجتين الكونفايند اكوافر والانكونفايند اكوافر فهنتكلم على اول حاجة البومبينج او التست فور ان كونفايند ان كونفايند اتفقنا يعني ايه يعني غير محصورة ويعني غير محصورة يعني انا لو عندي ادي الطبقة بتاعتي والطبقة دي تعتبر ايه بيرمابول لير يعني طبقة منفزة تحتيها طبقة مالها يعني طبقة غير منفزة فالمية لما تبقى عندي منسوب المياه منسوبها هنا ثابت مفيش مشكلة حطيت هنا بقر هتلاقي المية بتاعها منسوبه فين ثابت هنا هو فاحنا بنحط اول حاجة بقر هنا بيسموه التست وال ده بيبقى نص القطر بتاعته اسمه ار دابليو وبعدين ابتدي احط هنا ميا وال تاني او بير تاني وبير تاني هنا هو طبعا الابير ديت عبارة عن ايه عشان بس ما تفكرش ان الموضوع كبير قوي هي عبارة عن مصورة بس المصورة دي بتبقى مالها مخرمة فالمية بتخش فيها فالمية هنا دخلت المنسوب بقى عادي هنا طبعا انت لما بتيجي تحط هنا برضك الابزرفيشن ويلز او ابار الملاحظة ديت حطيت اتنين واحد على بعض ار واحد والتاني على بعض ار مين اتنين فالمية مفوتها تبقى منسوبها هنا والتاني منسوبها هنا ما خلاص منسوب المية ماله سابت حلو الكلام دوت ومنسوب المية ده لو احنا سميناه اتش اللي هو الاتش كابيتل اللي هو قدامي هنا هوت ده مش يحصل له اي حاجة الا اذا بقى عملنا احنا ايه حطينا هنا مين حطينا هنا بامب والبامب دي بتبتيدي تعمل ايه بتسحب مية من البير ده اه لو سحبت مية من البير اللي هو التست ويل دوت ايه اللي هيحصل منسوب المية فيه ده هينزل بدل ما بقت منسوبها H بقى اسمها H mean H will طيب لما يبقى عندي H will المية بقى منسوبة هنا مش هتبقى كلها ثابتة كده ده المية دي المنسوب ثابت كده عشان ده على المستوى العالي كله ثابت لكن انا اخدت شرط مية هنا المية هيبقى منسوبها بالشكل ده هياخد الشكل اللي قدامك هنا هيجي في ال observation will اللي هو على بعض R1 هيبقى ارتفاع المية في اسمه من H1 أما ال observation will التاني ده هيبقى ارتفاع المية في اسمه من H2 فيبقى فيه عندي هنا حصل draw down عبارة عن D1 وهنا من draw down اسمه من D D2 طيب انا يهميني من تجربة دي كلها هنا نحسب من K فكده بيساوي من Q Q دي اللي طالع منين من البمب يقولك البمب دي تقدر تطلع كذا فكذا ده هو ده مين قدرة البمب اللي يال Q على البي على الان R2 على R1 R2 هيط ودي R1 اللي هي المسافات بتاعت مين بتاعت ال observation will على H2 square minus H1 square يعني H2 square هيط ودي H1 square خلي بالك انت لما هتقيس في الموقع مش هتقيس H1 و H2 برضك ده هيبقى صعب جدا لكن انت هتروح تقيس مين هتقيس DD1 و DD2 ده هتقيسه عن طريق الأجهزة الموقعية فما تطلع DD1 وانت عندك الارتفاع H ده كله تقدر تطلع H1 تقدر تطلع H2 طالما عرفت كل البيانات دي تيبقى تقدر تطلع K أو coefficient of permeability في الموقع بس الان هي طبقة للطبقة الان confined أو الطبقة الغير محصورة شكرا